اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز انتاج المجمعات الصناعية ووجه الرئيس السيسي بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذو الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتدليل أي عقبات في هذا الصدد وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سعيا نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعية وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وجه الرئيس سيسي كذلك بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية عن طريق تذليل أي تعقبات قد تواجه شباب المستثمرين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار والتوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكانة وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات والتي يبلغ عددها 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدات صناعية كما استعرض الاجتماع مقترحات لوزارة التجارة والصناعة ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني خاصة عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي توادهها بالتنصيق مع مختلف الجهة المعنية خاصة ما يتعلق بإدراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي